معارك غزة مكلفة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وخسائره في الأرواح من الجنود والضباط ترتفع يوميا وفق الأرقام الرسمية المعلنة المشكوك فيها نظرا إلى عوامل عديدة ونظرا إلى أن شهرين وأكثر لم تكفي الجيش الإسرائيلي لحصم المعارك أو سيطرت على القطاع كما كانت الرواية الإسرائيلية ترويج في البداية فقد كشفت المعارك الضارية بين المقاومة وجيش الاحتلال في النصيرات والشجاعية والمغازي في الشمال وخان يونس في الجنوب إلى أن الحرب لا تزال في بدايتها وأن إسرائيل دخلت مستنقعا يصعب عليها الخروج منه منتصرا آخر الأرقام الرسمية الإسرائيلية أشارت إلى ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 491 قتلا بينهم 164 قتلوا منذ بدء إلى عملية البرية الإسرائيلية في القطاع ظروف دفقت بحسب تقارير دولية ومشاهد موثقة الاحتلال الإسرائيلي إلى الاستعانة بما يعرف بالمرتزقة على رأسهم الفرنسيون الذين كشفت تقاريروا أن أكثر من أربعة آلاف من مزوجي الجنسية الفرنسية الإسرائيلية يشاركون في معارك ضد المقاومة الفلسطينية وهو ما يؤكده النائب الفرنسي توماس بورتس أوكرانيا كانت حاضرة هي الأخرى فقد أظهرت مشاهد مصورة بثتها شبكة القدس الإخبارية ما قالته إنهم مرتزقة أوكرانيون يقاتلون في صفوف الجيش الإسرائيلي مقابل أموال يتقاضونها صحيفة الموندو الإسبانية أجرت تحقيقا مع ما قالت إنهم مرتزق إسباني يقاتل إلى جانب إسرائيل في قطاع غزة وذكرت أنه انضم إلى القتال مقابل مبلغ يصير إلى ثلاثة ألاف وتسعمائة يورو أسبوعيا قابلة للزيادة وفق الصحيفة الجيش الإسرائيلي الذي رفض المتحدث باسمه نفياء تأكيد وجود مقاتلين أجانب في صفوفه لم يتوانى في فتح المجال أمام اليهود القاتلين بدول أخرى حيث أكد أنه بإمكانهم الخدمة في جيش الاحتلال متطوعين إذا ما رغبوا في ذلك ووفقا للقانون الإسرائيلي فإنه يحق للحكومة الإسرائيلية الطلب من المواطنين الذين يحملون جنسية مزدوجة ويعيشون في بلدان أخرى أداء الخدمة العسكرية في إسرائيل وفي الخامسة عشر من ديسمبر تحدث الناطق الرسمي باسم كتائب القسام أبو عبيدة عن شكوك في وجود مقاتلين أجانب في صفوف الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة ذاد الاعتقاد لدى مجاهدين بأن العدو يستخدم المرتزقة خلال عمليته التي يدعي أنها حرب وجود وكرامة وطنية وهو ما توثقه المشاهد وتؤكده التقارير الدولية